اشتركوا في القناة الضابط السامي امقران اللي كان كيبا من خلال العديد من الشهادات انه كان قريب من الانقلاب اللول ديال الصخيرات وهكا استطاع اوفقير يجر عنده الكولوني الامقران ويصارحوا بالنية دياله في قلب النظام ديال الحكم شفنا كيفاش كان يخطط اوفقير للانقلاب وكيفاش تقرر يكون الانقلاب الثاني في النهار ديال العودة الملكية تفق ثلاثي الانقلاب ديال اوفقير وامقران وكويرا على الخطة ديال الانقلاب في الليلة ديال 15 غشت 1972 وشفنا كيفاش ناضي كل من امقران وكويرا وموضيفيا والخطة مور مرجعوا للقاعدة الجوية في قنيترا وهكا قرر يديو معاهم صير بالطائرات في ستا ديال طيارات ايف سانك ديال امريكان هالتعديل اللي داروه فرض عليهم يقولو هالشي طياري انخرين اللي هم عبدالقدر زياد وحمد بوخالف باش يشاركوا معاهم في الانقلاب ومنهم اللي خبروهم في الجو يعني في المعمعان ديال المحاولة الانقلابية وشفنا في الاخر كيفاش نجال حسن الثاني من المحاولة الانقلابية وكيفاش سوول على اوفقير بمجرد محت رجله في المطار وشفنا كيفاش قرر اوفقير يقضي على الانقلابيين ويمحيل اثار اللي كتورطوفش انقلاب ولكن هادشي كان صعيب بزاف مورمت تعتقلو المنفذين ديالو وامتاثلو قدام المالك وفي هاد الحلقة غنمشي ونقلبو على اوفقير فينا هو وشنو قرر يديرو مورمت تفضح الطوروت ديالو وشنو غيوقع ليه هو وشنو غيوقع العائلتو وشنو غيوقع لقاع المطوريتين في هاد الانقلاب مورمت صيفت اوفقير الكورنوري الدمناتي باش يمشي للقاعدة دي قنيترا ويقضي على قاع الطيارين اللي قلعوا من تما اليوم وصلت من الجنيرال عبد السلام بن عمر مع ديك السبعة ديالعشية ولكن ما لقيت تشي مقاومة حيث امقرانو الميدوي كانو خرجو من القاعدة ومشو الجبهة الطارق وهكا دخل الجنيرال القاعدة بكل سهولة واعتقل قاع اللي كانوا فيها في العشية ديالذك النهار رجعت فاطمة امرأت اوفقير وصحبتها الانجليزية ام براون الكابانون فتفاجئ اوب ديك الاسكر اللي لقوت ما وعرفوا بالليوقع لانقلاب العسكاري في الوسط العائلة حتى واحد ما كانت عندوشي فكرة قلسوا كاملين في الصالون وبدأ كل واحد كيف طارد فارضية ديالو كيستنو حاولت فاطمة تتصل براجلها ولكن ما كيش اللي جاوب وفي الدار البيضة صنعت تليفون المالكة مع التمانية ديالليل وكان بها هو اللي كيعيط وكتقول ان الصوت ديالو كمكسور بزاف قال لها بنتي وش راكي مزيانا جاوبته هي وقلت له با شنو واقع ارا كنسمعو بالليوقع لانقلاب وحتى هاد المرة فشل وكيقولو ان كنتا هو مولاه ولكن هاد الشي ماشي صحيح لو كان كنتين تا مولاه ما غاديش يفشل فوقاش غا تقضيو عليه اوه فقير خلا بنتو تهدر بلا ما يجاوبها حتى قال ليها ما تخافيش بنتي كل شي بخير هاد الشي اللي بغى الله ما تخرجيش من الدار حتى نقول هالك ما تخرجيش وخا ما تخرجيش وخا يكون اللي كان فهمتي وعداتو ماليكا بدكشي وقطعت المكالمة وتنادم مع هالحال حي تقلت ديك الهضرة الغبية دي الواحد اللي بنت في تسعة عشر عام تصلت بالرباط وما كانش اوفقير في الدار حي تتصل بها مقرر القيادة العامة ومنتم ما غايت تصل بمبراطو في كابيلة مرساعة فهاد المكالمة بدل اوفقير الخطم اللي جاوبوه لدورا اوف وقال ليه بباش نوقع جاوبوا بباه وقال ليه تحجا كلشي مزيان راحاولو شي كان بويتي يغتالو الملك ولكن راتالا كلشي ورجعت الأمور للمجرى ديالها العادي دووز لمك هادر مع امراتو وقال ليه غيت كالماي بشي امور ورجع للحمام بشي يحرقش وثائق وربما كيتعلق الأمر هنا بشي كاسيطات كانت كتسجل محادثات ديال اوفقير بالليل هادشي لاعتم بنع للشهادة ديال الزوجة كان الجنرال ساهي كيتكي في القارة دياله بكل هدوء وكيفكر استقبل اوفقير آخر زائر ليه ولي هو واحد من نسابه راجل قلتهم اللي كانت مع العائلة في كابيلة وكي يبان أن الجنرال هو اللي طلب منه يجي فاعطاه صندوق المجوهارات ديال المرأة وشي فلوس كانوا في الصندوق ديال الحديد ديال الضار وكي يقول الكاتب ستيفان زميث أنه قال ليه يعطي هاد الحويج للحجة وكي يقصد مراتو اللي قالت من بعد بلي راجلها كان عارف بلي راه غادي للموت فبانت له يريق لهاد الأمور مرأ هركب في الطموبيل ديال الخدمة ومشى للقصر الملكي في الصخيرات وتم في استقبله الجنرال المولى عبدالحافظ والكورونيل الدليمي وعلى هاد اللحظات واللي سبقها كي يحكي الحسن الثاني في الأسئلة اللي طرحها مورياك المراسل ديال وكالة الأنباء الفرنسية في الندوة الصحفية اللي درها الملك في 21 غوشت 1972 وكي يهضر على أنه استدعى الجنرال يجي عنده قال الملك بلي استدعيت أفقير وعطيته الأمر بالحضور وكانت الساعة الحضاش ديال الليل وكنت كنستنه يوصل للصخيرات وكان وزير الداخلية يطلب منه جوج مرات يجي عندي قال ليه سر الملك بغي يشوفك وكان كيرد عليه بالغوات وكي يقول ليه راني كنستنه ومع أن الأمور كانت مرصية والطيارة تنزلوا وتحكمنا في القاعدة ديال القنيطرة وكان البلد هادي وموقعت تشي مظاهرة ولاشي أثر ديال التوتور فكان كي يصر على أنه يبقى في أركان الحرب وبخصوص الوصول ديال الجنرال أفقير القصر ديال السخيرات كي يقول حسن ثاني أنه استدعاها مع الحضاش ديال الليل ولكن الساعة فايته 12 ونص وهو ما زال ما جاء ومن اللي وصل استقبله أخو الملك والجنرال المولى عبد الحافظ والكوروني الدليمي وبقى كي يهضر معاهم أما الملك فكان كي يقول أنه كان مازال ما بدل حواجه ومازال مدووش وعطى الأمر يدخله الضار ودخله من الباب الكبير ديال القصر وتم في انتلق معجاع الأفراد ديال الأسرة من بينهم الوليدة ديال الملك واللي بقى تكتعاتبه وكتقول ليه سمع نقول ليك بارك علينا من هاد الجيش جوز مرات وهو كي رعبنا ومراها كي يقول لحسن تاني أنه جال المقصورة ديالولادي باش يستناني تم وكل ما قال ليه المولى عبد الحافظ غانمشي نقول الملك بلي رك هنا كان كي يجاوبه أفقر وكي يقول ليه لا 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 بقى معايا خليسي دنيا يرتاح راه عيام بزاف وفي الخر ما تحملش المولى عبد الحافظ وقال ليه والو غانمشي نقول ليه بلي رك هنا وفي هاد اللحظة طرح هاد الأسئلة شنا هي الأسئلة اللي طرحها أفقر كي يقول الملك أنه جال في الأول أنا عارف بلي أمقران رافلي الدين ديال الإنجليز وأنه غاي هضر جعل لي كان عارفه وأنك ويرهزت طيارة تابعة للدرك الملكي ومسلماتوشلية وشافوا سيدنا وكانوا كي يقولوا ليه ما عارفين والو ومن اللي بقى كي يعود لهاد الأسئلة أكتر من مرة وقدام هاد شي ما كان عليه سوى أنه قال لنا واخا واخا أنا فهمت كل شي وأنا عارف شنو خاصني ندير واخرج الفردي دياله كي يقول جورج مينان المبعوث ديال باري ماتش للتغطية ديال الإنقلاب كي يوصف الجوثة ديال الجنيرال وقال من اللي لقوا الجوثة ديال أوف قير مختارق هالقرطاس كان واحد القارو مرمي على الزربية وكي يبان أنه خرج الفردي دياله بالزربة كي ما كي يجبد البريكة وهنا كي يقول الملك في نفس الندوى أن الحاضرين حاولوا يشدوه ولكن بقى كي يطلق القرطاس بدون هدف لدرجة أنه يمكن لي ننتيح الفرصة للمحتارين في الأمر يشوفوا الأثار ديال الطلقات في السطح ومن الأكيد أن هالطلقات ما كتلقهاش إلا ليد ديال بنادم سيطر عليه التوتر وكان غيقتلوا ولا يجرح واحد من هدوك اللي حاولوا يشدوه وكانت القرطاسة الأخرى هي الضربة القاضية ومهما كان الأمر يعني سواء انتحر ولا بقى حي كان عارف بلي المصير دياله هو الموت حيث المتواطئين معاه ما تردوش بالاعتراف بالحقيقة مات أوفقير مور ما اختار قوة خمسة القرطاسات قاستو في الكبدة والقلب والدراع والعنق هاد الموت كي وصفوه ولدورا أوف كي ما قال ستيفن سميث بالموت ديال الكلاب في الصباح ديال نهار الخميس سبعتاش غوش تلف وتسعمائة واثنين وسبعين أعلنات وكالة المغرب العربي للأنباء على الموت ديال الجنيرال أوفقير في الفجر ديال هاد الخميس يعني الغد له ديال الانقلاب وقبل الإعلان كان العميد الحسوني هو الممرض اللي يتكلف بالجثة ديال أوفقير ولحفاف واحد اللي يزاره ودارها في الإسعاف وهاد الحسوني كان ممرض القضية ديال بمبركة حتى هو والممرض ديال دار المقرية ومركز التعذيب الخرى وشاءت الأقدار أنه يكون ممرض ديال السيد دياله حتى هو ويهز الجثة دياله في الإسعاف للدار حسب الرواية ديال أحمد رامي واللي قال بللي خرجت من الثكانة ومشيت للدار أوفقير وكالعادة لقيت واحد الحارس عند الباب ديال الدار وسقولتوهش للجنيرال في الدار فجاوبني شكون هاد الجنيرال فقلت ليه أوفقير وقال لي آه رجبوا الجثة دياله في الليل أما ستيفان سميث فكي يقول أن الحسوني جاب الجثة في الإسعاف للدار ديال أوفقير في شارع الأميرات وملي قال الحرس باللي راه هز الجثة ديال الجنيرال كانوا غير يقتله لو كان مهرج بالإسعاف وم بعد تصلوا بباين فاطمة نسيب ديال أوفقير وحدوا معاه بين الصخيرات والرباط في نسلموله الجثة فعيط الكولونيل شن الخو أوفقير اللي ساكر في الرباط وقال ليه يمشي معاه الزلج والثل دار ديال العائلة وملي رفعوا عليها الغطاء لقوا الجنيرال باللباس الأسكري دياله وغارق في الدم ونضادر على عينهم هرسليهم الزجة اللي سرية بسبب القرطاص اللي الخرى يمكن تصل الكولونيل شن بحفيد تماليك أوفقير اللي كانت في كازا وقال ليها غنصفت لك الشفور بش يجيب كل الرباط فارفضات رفض قاطع وقال ليه الوالد ديالي بوحده هو اللي كيعطيني الأوامير ما نقشهاش جدها الكولونيل واتصل ببنته فاطمة واللي عيطات الماليكة وقال ليها ربك مات خاصك تجيل الرباط الأم شدت راسها وبينات على الصرامة ديالها باش ما يغلبوهاش العواطف ديالها أما بنتها فاتصدماته ما تيقاتش رافقوها الحراص اللي سفتهم جدها وفي الطريق صادفوا الباراجات ديال التفتيش فكان منهم اللي تقرب من الصرام وقدمت تعزيال بنت أوفقير في الوفاة ديال بباها وهناك تقول ماليكة فهمت باللي فعلا ببامات ونزلوا دموعي وبكيت طول الطريق من اللي وصلت للدار لقيته عامر بالناس وشافت عمها هاشيم واحمد ريضا قديرة دفعتهم وشقت طريقها بالناس حتى وصلت للبيت اللي كانت فيها الجوتة ديال بباها قال لها جدها ما يمكن لكش دخلي حطرهم كيغسلوه ولكن مع ذلك دخلت لدك البيت فناضوا دك الرجال ديال الدين اللي كانوا تماما عجبهمش الحال وخرجوا بلما يقولوا التشي كلمة بقت ماليكة بوحدها قدام الجوتة ديال بباها المدودة وصفاتوا على ان وجهه كان صارم وفمو كان مزموم جرت هاربل بيتخوره حتى تسترجع راسها في الحمام لقيت البيت اللي العسكرية غارقة في الدم وبقيت كتغود هادي ديالي غنخليها عندي وكانت كتحتج على جدها اللي بغي يحيدها لها ووعدها انه يغسلها ويرجعها لها وشدت عندها نضادر ديال بباها الكوحل في كابيلة في قط فاطمة ولادها الاخرين وقاتلهم نوضب الزربة غنرجعوا دا بالرباط بقات فيقلي الكامل حيث اللي اخبرها بالمودة الراجلها ما في السرلها شنو هو السبب واجدات الفطور وليفاليز وكيتذكر رأوف ان الساعة كانت تمانية من اللي بدا واحد الحارس كيغوت وكيصرفق وجهه وكيقول مات الجنيرال وهد شي كيعني ان فاطمة غتواجه لأسئلة ديال الناس وولادها فغوتت عليهم وقاتلهم يلا هونمشيوا وجدوا الطموبيلات وفي قل من ساعة كانوا الطموبيلات بتلاتة في الطريق ديال الرباط ومن اللي وصلوا للشارع اللي كيسكنوا فيه لقوا الدعوة عامرة بالطموبيلات والناس عند الدار استقبل الكولوني الشنة بنت فاطمة والدهالفين كانت الجثة ديالراجلها فوق الناش وكتقول فاطمة شفتغيش جرح اللي فضل عتقبة في الجمجومة على المستوى ديال العين عن نقاط فاطمة الجثة وغوتات كانت الجثة باردة وسحبوها من كتافها سلم لهم الطبيب ديال العائلة الشهادة ديال الوفاة وجهوا الأعضاء ديال الحكومة كيتقدمهم الوزير اللوغل بشيع الزيو ووجهوا فاطمة مرت أوفقير رسالة ديال التعزيال للمالك الحسن الثاني وهنا يوقعوا مجموعة ديال الحويج بحال الرفض ديال المالكة لذيك شي اللي صفته القصر من الماكلة والواجبات كما كان في العادة المغربية من اللي كتوقع القنازة وهذا الشي اللي روتو مالك أوفقير على الشاشة ديال الجزيرة واعتذرات عليها ضمنيا ومن ذاك شي ان مرت الجنرال الصفريوي جات باش تعزي وجرات عليها بنت أوفقير ومشات مرت الصفريوي قلتها لختها اللي هي مرت الجنرال الدليمي في الليل وصل الخبار الفاطمة باللي العاشق ديالها كاف بن جلون دارك سيدا حيث من ليسق الخبار ديال موت الجنرال مشا بسرعة الكابانون في كابيلو القهخاوي ورجع للرباط معاولد تلثوم اللي كتجيل أوفقير والمربية ديال الدري ولكن فقد السيطرة على الطوموبيل ووقعات الواقعة نجا الدري والمربية ولكن العاشق بقى سيمانة كاملة بين الحياة والموت مغطيها القبص من راسو الرجلي في اللول كانت الرغبة كتدفع فاطمة لانها تمشي تشوف العاشق ديالها في الصبيطار ولكن تراجعت حيث ما جاياش في حق أوفقير وكانت كتكتفي غيب الخبار اللي كيوصلوها والتصور ديال العاشق المصاب والوعود ديال الزواج وهي وعود كتقول فاطمة ما قبلتهاش حيث ما قديتش انتيق فيها وانا كنشوف راسي كنت مش شفت طريق ديال قدر اخر وما شفت فاطمة العاشق ديالها إلا مور مده 26 سنة ولقاته مزوج ولكن كتقول انه بقى صديق حقيقي من اللي كنقلب عليه كنلقاه ليلة كاملة ديال الطريق ضرباتها الوليدة ديال اوفقير باش توصل عندهم قلسات في واحد القنت ديال الضار وكانت لابسة البيض ومسندة على الحيات وبدأت كتقرأ القرآن ما بكاتش حيث مور نلقيلة بديال الصخيرات جات للرباط وكانت خايفة على ولدها وفي نفس البلاصة اللي كنك يعجب لأوفقير يقلس فيه وامو بوحدهم قلسات مور ما بس ليها يدها كما هي العادة عند الاهل ديال الصحرة وفي ديال اللحظة بكات لأم حدهم ولكن قاطع هاولدها اوفقيرون بها ما تبكيش علي انها يموت فلهذا ما بكاتش وقالت باللكنة ديال هاللي كانت عامرة بالألم خاصك تكوني عارفة باللي دايما كين ما هو اقبح مدت هاش فاطمة في هدل عبارة حتي هي اللي كان شغلها هو الجنازة ديال الجنيرال ناد فاطمة بغى تدفن راجلها بسرعة وقالوا لها مخصوشي تدفن في الرباط وطفكرات الرغبة ديال الراجل هاللي قال لي هاش حال مرة دفنوني تحت الجدعة ديال اللي انخلاف بوذني اللي هي مسقط رأسه واتافقوا على انهم يخرجوا الجثة من الدار الغد له وهكا في الصباح ديال 18 غوش تدوهشي وحدين كانوا مخلاصين للجنيرال منهم الشفور ديالو والحارس الشخصي ديالو بوش عيب وحطوه في السيارة ديال الاسعاف اللي كانت قدام الباب وتقرر يمشي راقوف وحدهم والأبشنة مع الجثمان للقبر حيث فاطمة بغت تبع الدراري الخرين وعلى هادشي هدرت مع ستيفن سميث وقالت له غيوصلنا الرباط صفتهم عند وحد الجارة ولكن دمات في الأخر على هاد القرار كيما كتقول حيث ما فهموهاش من بعد في مطار الرباط حطوا الجثمان ديال أوفقير المكفنف طيارة عسكرية قلعت الطيارة معت تسعوها بطاطف الراشيدية ولقات في الاستقبال العامل ديال المنطقة باللباس الرسمي مع فرقة الحرص الشرفية ومور ما وقفوه في الدار ديال خو أوفقير الغير الشقيق اللي اسمه المهدي واللي ولف بلاس طبا على الرأس ديال قيادة بوذنيب نقلوه النعشة للمقبرة برا المدينة حسب ستيفان سميث كان العامل بغى كل شي دوز في سرية وهدوء وتكتم ولكن خو أوفقير مور ما شاف شنو بغى يدير العامل رفع عكاس توحطها على الصدر ديال العامل وغوت عليه قل له كيفاش واش ما بغيتيش نبكي على أخويا وندفنه بالسكات وطبعا ستسلم العامل ومشان مور تدفن للدار ديال القايد خو أوفقير باش يطرقص المأدبة ديال الجنازة وكيقول ستيفان سميث أن أوفقير تدفن حدا ببهب لما يكتبوا التحاجة على الشاهدة ديال القبر اللي كتذكر بالهوية ديال الميت ومن داك الوقت والأفراد ديال القوات المساعدة عسين عليه وكي يمنعوا الوصول التمو هو اللي ما خلاناش نتأكدوا من قبره كشفات الحكومة على المحاولة الانقلابية اللي استدفت الملك الحسن الثاني 48 ساعة قبل الدفن واللي كان مورها أوفقير وفي نص نهار ديال 18 غوشت ناض وزير الداخلية بالنيابة على وزير الإعلام اللي كان يتعالج من الإصابة دياله في الانقلاب ودار ندوى صحفية وكانت هاديكية أول رد فعل رسمي من النهار وقع القصف ديال الطيارة وقال السيد محمد بن هيمال الحاضرين بللي الجنيرال أوفقير مش القصر الصخيرات واستقبلوا المولى عبد الحافظ والقرون الدليمي وسووا لهم واش الملك شاف كويرا ولا لا واستخلص العبرة من السلوك دياله وانطحر وفي 19 غوشت يعني الغدليه دار الحسن الثاني الخطاب قدام ضباط السامون للقوات المسلحة الملكية في الصخيرات واللي قال فيه الحسن الثاني أنه منعجب العجاب هاد المحاولات كانت ديما كتجي من أقرب الناس ليا هادوه من ناس لكي يدعي والإخلاص والاستماتة في سبيل الملك وفي سبيل البلد وكيزيد الملك وكيقول أني كان اعتقد أن المحاولة الثانية كانت خطيرة بزاف على المحاولة اللولة اللولة كانت انذار حيث ملهون مدبرين ديالها معروفين من اللول وعرف أن الحمية والعبقارية المغربية ما غتمنحش الرقبة ديال هالشي واحد ولو مات خاصة قلوب اللبه هو اللي سلم محمد بن عبد الكريم الفرنسيين وجدو كان خدم معروكي وكانت كلها أسرة ديال الخيانة أبا عن جد ولكن المسألة التانية حتى واحد فيكم ما عارف الأبعاد ديالها حيث أنا كان عارف أفقير وكان عارف معرفة ضرورية حيث دافعت عليه وحميته كتر من القياس جمدت العلاقات ديالي مع فرنسا بسبابه هو وضريت المصالح المشتركة بين البلدين مشي على ودو شخصيا وإنما دفاعا على البذلة العسكرية دياله ودفاعا على الضابط السامي في الجيش ودفاعا على وزير مغربي فإذن إلا حللت لكم شنو كان غايق عمور هاد القضية كنو متأكدين باللي بحالي لا أفقير هو اللي كيهضر معاكم دابا حيث هاد شي اللي غنقول لكم دقيقه صحيح ما كانش افقير كيطمع في أنه يقسس جمهورية ولا ينصب راسو مالك حيث هو كيعرف أنه حتى في قبيلته في ناحية بوذنيب ما غيرضاوش عليه ومايرضاوش به وزيد عليها الباقي ديالأنحاء المغرب ولكن افقير كان كيينويدل واحد العملية مخصصها الشهود وما غتخليش مراهاشي آثار ومراهه غيمشي يجيب ولي العهد وينصبوه مالك ويعلن على الحالة ديال الطوارئ خاصة وأنه لا وجود البرلامان وغياخذ الأمور بيده ويمشي للقصر كيبكي وغييداعي أنه غيبقى في الخدمة ديال المالك الجديد كيما دار زعمه مع اباه وجده غيدير مع الحافيد وبهد الوسيلة وبما أن المالك ما فيتاش عنده تسع سنين غيتمكنه بصورة مشروعة وبسمية محمد السادس ماشي بسميته غيسفك الدماء ويفتك ويدير ما بغى باللي بغى وفقش ما بغى وحتى يلا بغوا يمشي ويقلبوا على الحطام ديال الطيارة ولقوا فيها الأثار ديال السلاح فهو قبل ما تدوس للشهور ديال البحث غيعطيهم أمر يرميوها في البحر ويقضي على الأي أثار لها كيزيد الحسن الثاني وكيقول أن الظاهرة الثانية أنه لحد الآن ملقنا معه شي ضابط سامي من الضرجة دياله هو شرك معاه جوج ديالناس أمقرا وكويرا لحد المعلومات اللي عندنا وحتى يلا زدنا شي حد تخر غالي لقوا ربعة ولا خمسة ديال الناس أخرين ولكن كلهم درجة مشي سامية حيط ما كانش باغي اللي يتقسم معه السلطة في المستقبل وحيط السر كل السر في نجاح العملية دياله هو أنه يكون تيقن باللي هاد الحاديثة وقعت بسبب شي قمبولة زينها معنا في الطيارة من بارسلونا ولا وقعت شي مصيبة في شي جهاز من الأجهزة ديال الطيارة وهكا كان غير تحكم في الرقاب ديالكم واللي كيضحك ليه غير يجبد عنده السيف واللي كان كيجامل وغير يصب عليه المصائب فشنو كان قرر يدير أنا كان عرف أوفقير وكان عرف أنه قصير عندوش مميزات ولكن إلا تولى الحكم واش غير يقضي حل المشاكل ديال التعليم ولا يحل المشاكل ديال التقدوم ولا مشكل النسو ولا مشكل التخطيط الله أعلم كيزيد الحسن الثاني وكيقول هذه هي المعلومات والاستنتاجات اللي حصلنا عليها بمجرد ما عرف أوفقير أن الضرك الملك يعتق له كويرة ومسلموش ليه عرف أن كويرة غير هضر وبمجرد ما سولت كويرة بمحظر الجنرال دريس قلت ليه شكون أعطاك الأمر قال الجنرال أوفقير قلت له كيفاش قال ما عندي علاش نكدب حيطراني عارف باللي محكوم علي ولكن اللي كيبين المسائل حسن هو أمقران استنتقوه البوليس ديال الإنجليز في جبل طارق وفي محظر جلسات البوليس ديال جبل طارق ما كنظنش أنه كين اللي غيعتقد باللي عندنا آدات واللي عطينا أمر للبوليس الإنجليزي باش يقول لنا أنه أمقران كين تامي العصابة ديالجنرال سامي ما نقولش كبير كما قال الوزير الداخلية بالخطأ في الندوة الصحفية ما شي كبير ولكن سامي حيط هو حقير ومذلول وهو الجنيرال أوفقير هذا الماضي حاولت نحل في الليلة الأخرى كيفاش قد يلقى قاراصنا مرتزقة وهدو اللي استعملهم هما قاراصنا في صفوف القوات المسلحة الملكية ووصلت للنتيجة وهي أنه في الاتصال ديالي المباشر بالقوات المسلحة الملكية كانوا جاع الرجال على اختلاف السن والطبقة ديالهم صالحين ومتآخين وبهذه الكيفية يمكن لي أنا آخي بين ولاد الشمال وولاد الجنوب بين اللي قرأوا في عهد الحماية واللي قرأوا في عهد الاستقلال ولكن مرمته في فالوليد ديالي كان من المستحيل لنكون مالك وفي نفس الوقت تحت الإمراضي الوزير الدفاع كان كتبلوه كان رسله وكان قول ليه يشرفوني أن أطلب لكم ويجاوبني هو وندب شخصيا قدام عملية إنقاذ الجيش وإنقاذ الأمة وإنقاذ السمعة ديالي حتى هي والسمعة ديالي الشخصية والأثار اللي غنخليه في التاريخ ما هو إلا نعيكاس للسمعة ديالي الجيش والأمة ولهذا قررت من اليوم إن الغين المنصيب ديالي وزير الدفاع ومنصيب الماجور العام المساعد وزارة الدفاع غتكون على شكل إدارة كندير الشؤون ديالها براسي وبالمعونة ديال الكاتب العام للوزارة كتتكلف بالمسائل الإدارية أما المسألة ديال تسير الجيش من طرقية وتسمية ووسائل مادية ومعنوية فغنتكلف بها وخكي تطلب مني نزيد الخدمتي ربعات السوايع في النهار حيث كان أعتقد أنه منواجي بكي مضحيت بوقتي وبراحتي باش نزيد في هدل وقت كتر من القديم حتى نضعف من الطرحية بالأوقات ديالي وراحتي في سبيل هدل الجيش اللي كونتو واللي كنشوفوه ده بغدي في الطريق ديال النهيار ضررا للراسو ضررا للأسرة ديال الكبيرة اللي هي الأسرة المغربية فلهذا كان شكر بزافقاء اللي خدموا في الوظائف الإدارية والسياسية بالجيش وكان أعطيه الأمر للوزير الأول بالنيابة الكاتب العام للحكومة والوزير الوظيفة العمومية أنهم يديروا النصوص المطابقة لأوامر ديالهاد الليلة وتسلموها لطبع هاد الليلة وهدرتك التعتبر بمثابة نشرف الجاريدة الرسمية نحذفوه وزارة الدفاع نحذفوه منصيب الماجهور العام المساعد وما غير يبقى إلا القائد الأعلى للقوة المسلحة الملكية وقائد الأركان العام للقوة المسلحة الملكية بدأت طوق كي يضيق على العائلة ديال أوفقير وفي النهاية ديال السيمنة اللي تبعت للانقلاب حاصروا البيت ديال الجنرال الخائن حسب العبارة ديال ستيفون سميث وفرضوا على العائلة الإقامة القصرية ومنعوا الأصدقاء من الزيارة وولات العائلة بوحدها هما اللي كيسمحوا لهم بالزيارة وكانوا قاع الزوار اللي كيخرجوا من الدار الآخر مرة كي يستولوا على الآثة ديالو وشي حويج ديالو وهم خارجين للباب وقالت فاطمة أوفقير على ديك الأجواء كنت كنشوف الأمور كتدوز بحالي لها دوك ما شي حويجي حتى الشانطات ديال كابيلات دا هم شي واحد من اللي كان خارج كيقول الكاتب أن أحمد دليمي صفت شي حد جاب ليه السلوكيين دي الرؤوف والد أوفقير والآلة ديال السينيما ومنجيه أخرى سمحوا فيهم كاملين ونفروا منهم صحابهم القدام وما بقى معهم غيحة لمعبود وليلة الشنة وعشورة وشي صحاب الدراري بحال ساليم والفاطمة العياشي والد العياشي العامل صاحب أوفقير وبنت الكولوني الأوبجة حورية والحاجة المشاط اللي بقى كي يهتم بالعائلة وكي يقول ستيفن سميث أن الأب الشنة حذروا وقال ليه ركت عرض رأس كل خطر حدا هاد العائلة ويقدر يكون جاوبوا على أن الملك يعرفني وأنا ما كان مارش السياسة ولكن أوفقير كي يسليي هاد السولوك وبقى على الرأس ديال الرجال المطافي حتى مات بلا ما يصدعوه شي نهار نصحول قال ديال الجسوس لمرأ ديال أوفقير تتفك من البيذلة العسكرية وتدفنها بعيد وبمجرد ما بدأت الاستنطاقة نهار الـ 22 غوشت واللات البيذلة هي المحوار دياله ومشا عز الدين حرق واحد البيذل آخر وجاب لهم الرماد المحققين باش يثبت لهم باللي راهت دمرات ولكن العامد يوسفي قدور ما تسرتاتش ليه فحسب ستيفن سميث اللي قال باللي العامد والمساعدين دياله اللي كانوا اتنش بيهم مصبوط طاولات في الدار وحروا المحاضر ديال الاستماع ليلة نهار بدوها من الزيارة ديال فاطمة للكوروني الامقران وصولا للعلاقات ديال الدراري مع موريس السرفاتي والاتصالات المزعومة مع الفقير بصريف باري في واحد اكتوبر ما تعز الدينشن اخو فاطمة مرتقه فقير وكانت عنده 23 سنة داركسيدا في طريق الرباط ودخل في حالة غيبه بقبل ما يموت وما حضراتش فاطمة في الجنازة دياله وقالوا لأفرد ديال العائلة باللي هو اللي كان همزة وصل بالعالم الخارجي والصحافيين وربما كان قريب يصر بالخبار للصحافة الدولية ولا يوجد الهروب ديال العائلة في الجهة الاخرى نهار سبعان ومبير 1972 تسالات المحاكمة ديال الطيارين وصدروا الحكم بالإعدام في حق 11 واحد متهم وطراوحات الأحكم ديال 32 اللي بقوا بين ثلاث سنين وعشرين سنة وبرقوا سبع وسبعين اخرين وكانوا المحكومين بالإعدام هما الكوروني المقرن والكوموندون كويرا والطيارين بسبعة اللي قصفوا الطيارة والمطار والقصر الملكي وجوج ضباط من القاعدة الجوية كانوا متواطئين عدموا المجموعة أما بالنسبة للكابيتان حشاد والليوتنون الطويل والزموري وباقي الطاقم البري المورط فادخلوا لحبس ديال القنيطرة مع المحكومين من قبل في إطار ملف نقلاب الصخيرات قبل ما يرحلوا قاع اللي كان محكوم بكتر من ثلاث سنين التازم ممرت في الستسبع عوش 1973 نرجعوا للعائلة ديال أوفقير اللي كانت دوزت مئة يوم في الإقامة الجبرية وحاولوا الأفراد ديال العائلة يبينوا أن الحياة عادية وكانوا شمرات كي يخضروا الحرس باش يدخلوا شي صديق للدار وما حاولوا شي هربوا مثلا وبقوا كي يستنوا حتى بدأت العلامات ديال الشؤم كتكبر في دوجنبير الكولوني الشناء وصلوا واحد الخبار من شي صديق دياله في الداخلية على أن فاطمة غينقلوها لإفران بعيد على الدراري وولادها فقال هالها وقالت هي الحرس باللي غد يتنطحر لفرقوها على ولادها في 17 دوجنبير اعتقلوا رجل كلتوم عمار العكوري اللي كان آخر أعضاء العائلة اللي اتلقى مع أوفقير حي ودوز 17 شهر عن الاعتقال في دليمي وتلاقوه الإخوة بوريكات في الرابعة ديال 1974 قبل ما يتلقوه من شي معتقل في الربعة امور مدى الزيمانة في 23 ديسمبر جاء الخبار بضرورة الرحيل لأسباب أمنية وللمدة ديال 15 يوم امور محزموا الأمتع ديالهم جاء الطموبيل جيب ونزلوا الأعوان ديال السلطة مسلحين وركبوهم في الطموبيل قدام الأنظار ديالعائلة شنو الصديقة أم براون في يناير 1983 كانت دازت على نقل العائلة ديال أوفقير من الجنوب للبرج جديد خمس سنين كان رأوفن دار في زنزانة منفاردة وما كانوش كيسمحوليه يخرج للفيراندة إلا مرة كل صباح تم مكان كيخلق الأمور لكيخلوه يتعطل عمدا في الجولة دياله باش يربح المزيد من الوقت واحد النهار شاف واحد الحشارة اسميت هاسكاغابي كتاكل سيمة فانداهش لديك الحشارة الصغيرة اللي كتخشي رأسها في الأرض وكترميل الغبرة موراها هز منهم جوج وملي رجع للزنزانة دياله خدمهم بالتناوب وحطهم في التقبة ديال الحيط اللي كيفصل بينه وبين الخدامات ومع الأيام ربح 20 سنطيم ديال الحفير والبقية كانت سهلة حيث كان يخدام بليد ديال السطل وفي الأخر وصل يفتح واحد الحفرة بالحجم ديال السبع وكان كافي باش يدوز البريات والخطابات للخدامة اللي كانوا كيديروا الدور ديالهم وكيدوزوا البريات لبنات أوفكر في الزنزانة الأخرى وهكا حتى توصل الزنزانة ديال الأم وعبدالطيف الصغير في القند ديال البناية أمور تقيب في الحيوط انتاقلوا المعتقلون للممرات الأرضية فملي حيض رأوف الزليجة حفر حفرة على شكل حرف U بين الشرفة والحديقة كان كي حيض الحجر من الحفرة وكيدوز هالخدامات من التقبة ديال الحيط وكيخرجوها ولا يخبيها في السطل ويخرجوها في الصباح أمور شي سيمانات ولا قاد يوصل عندهم في ذاك الممر وكان كيفووت رجليه وكيجروه الخدامات حالي ما وعشورة أم اللي كيرجع كانوا كيدفعوه من رجليه وأما يديه فكن كيلصقهم على طول الجسم دياله باش يقدر يفوت بالإضافة للجوع والانهيار الجسدي كانت تم المعاناة الجنسية وكان رأوف كيعاني منها بزاف نفس الشيء بالنسبة لخوتاته الصغارات واللي كانوا كيرغبوا مالي كتحكي لهم كل شي فكانت كتعيش معاهم الاستهامات الجنسية بحال شنو غديري غديري لخلوك تخرجي للمدد ياليومين فكتقول لهم غنعطي راسي لأول شخص كنصادفه أيا كان باش نعرف معنى دياللدة مور سنين طويلة ديالحياة العزلة الجنسية واللوقات دينية تلاقوا جميع وبدات الحوارات الحادة والمؤلمة والأسئلة الصعيبة كتطرح على الأم وبدوا الأبناء كيطلبوا من فاطمة أوفقير تقول لهم الحقيقة والسبب مور ذاك الشي اللي راه فيهم وكيسولوها شنو دربهم لحسن الثاني يمكن كنتي عارفة شي حاجة ضحيتوا بينا وإحنا صغار وكتبقى الأم كتجاوبت في السر ولكن الأبناء بقوا كيتشكاوا وسيطرات عليهم الأفكار الكحلة دازوا سنوات على هاد السؤال في الصيف ديال 1985 سمعوا العائلة ديال أوفقير بالزيارة ديال قداسة البابا للمغرب وشافوا في ذاك الشيفة لزوين ولكن ما وقعت تحاجة وفي مارس 1986 سمعوا لهم يعيشوا جميع إلا بالليل كانوا كيدوزوا نهارهم في الزنزانة ديال اللبنات وكيبقى الباب ديال الشرفة مفتوح حتى الوسط النهار وكيتفرقوا مع التمنية باش يرجعوا للزنازين ديالهم ومور مدى 6 شهور وتسع أيام بالضبط نهار الخميسة نشرون بلف وتسعمية وتسة وتمانين دخلوا مدير البرج جديد بورو واكتشف محاولة ديال الهرب من اللي فجأة عبداللطيف في الحمام كيحاول يحفر في الحيط بواحد الحديدة حيط كان بغي يشوف ميرسيديس المعسكر ففصلوا العائلة على بعضياتهم من جديد وداروا صور جديد وبلعوا واحد الخلوة كانت في الزنزانة ديال فاطمة كانت عبارة عن بيت صغير اللي بغي يوصل لها خاصة السلوم وقبل ما تنشف ديالك السيما جات واحد الفكرة الرأوف ونفذوها في الحين فوقف عبداللطيف على الكتاف ديال أمو ودار واحد تقبة وسطع يتسلم منها بصعوبة وضمنوا المخزين السري العائلة مور مفرقوهم من جديد على بعضياتهم قرات أموهم فاطمة تدير إضراب على الطعام وقالت لولادها خاصة رأوف اللي كان كي عارضها قلت له أنا المستهدفة وإلى متانة غتعيشون تومة ومور ما بقت مصرة على دكشي شاركوا معها كاملين في الإضراب مور سيما نهرست ملك الإضراب من أجل المفاوضات ومور عشرية متبعها عبداللطيف وده ستة وربعين يوم وقفوا الإضراب مور ما حاولت لأم تنطحر طلبت من ولدها الصغير يقطع الشرايين ديالها وده كشي اللي دار بالمرأة ولكن غيشة في الدم مسخف من اللي فاق القموا في حالة غيبوبة وبقى كيغوت وانضموا ليه في الغوات الخرين وبدوا كي يدقوا في البيبان وفي الأخر بقت مالكي كتهدد أنها تفجر الزنازين بالبوطة فجاء المدير ديال المعتقل ومعها الفرملي عالج الأم كانت تم محاولة انتحار باتفاق جماعي فتقررت قدم سكينة راسها وتكلفوا أخوتاتها بالعملية ديالقطع الشرايين بليبرا ديال الخياطة والقوط ديال السردين قلسات سكينة فق النموسية وعنقات اختها مريم وتكلفات مالكة بالعملية بقى كيخرج الدم ووقفو ديالعاملية فاغسلوا يديها وجمعوا ديالك الشي وكلسوا كينة جاءوا الحراس في صباحهم اللي فتحوا الزنزان على رأوف خرجوا من عنده كي يجريوا بالزربة حيث لقوا قطع العروك دياله بالليل وكان ممدد وسط بيسين ديال الدم داروا له الإسعافات اللي خاصوا وبقى ربع أيام كوما ومشالوا الراديو دياله اللي اكتشفوه الحراس العزلة ديالهم التامة خلاتهم يفكروا في هدف واحد واللي هو الهروب غتلقوا الحلقة الأخيرة من السيرة ديال اوفقير في قناة زاوية أخرى خلي معك شي كومانتر تلو